قبل كل حاجة خلينا نقول النهاردة النادي الأهلي بيقدم المدير الفني الجديد المدرب السويسري مارسيل كولر اللي خلاص بعد يعني تقديمه رسميا كولر بيقوم بي طبعا شغله وكل شغله الشاغل طبعا هو الاستعداد للموسم القادم للنادي الأهلي مؤتمر كان على أعلى مستوى كل جماهير النادي الأهلي يمكن في الفترات الأخيرة أسماء كتيرة جدا جدا اترددت على السوشيال ميديا لكن بصراحة بكل احترافية النادي الأهلي كالعادة بيتعامل مع ملف المدير الفني الجديد خلينا أتكلم من العلى المؤتمر اللي قدام حضراتكو ده كان الاحترافية موجودة على مستوى التنظيم على مستوى شخصية النادي الأهلي المدير الفني متواجد على المنصة مع كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة ومسؤول الكرة في النادي الأهلي بجانب المترجم وكل عضاء النادي الأهلي طبعا برئاسة كابتن محمول الخطيب متواجدين في الصفوف الأمامية النقاش دار باحترافية كبيرة جدا جدا مارسل من الواضح من البادي لانجوج بتاعته دايما بنطلع يمكن شخصية متزنة جدا خلينا نقول شخصية هادئة ولكن بيحب الالتزام بشكل كبير جدا جدا اتكلم في كذا نقطة مهمة جدا يمكن من النقاط المهمة اللي اتكلم فيها اكيد شاف النادي الأهلي منظومة احترافية كبيرة جدا جدا عارف ان الفترة اللي جاية الهدف الاول هو تحقيق الانتصارات والبطولات مع النادي الأهلي كمان على مستوى الاداء على مستوى الاداء يمكن تسأل سؤال اعتقد رد بشكل اكتر من رائع احد الصحافين بيسأله الاداء ولا نتيجة طبعا هو قال النتيجة طبعا احنا بنلعب كورت القدم للفوز وكمان قال انا يعني من الدرجة الاولى باهتم بالفوز بالمباريات وده عهد علي ان انا افوز بمباريات النادي الأهلي والجاه لو جيه كمان هذا الفوز مع طبعا اداء جيد جدا هو ده المطلوب زي ما بقول حضراتكم كمان زي ما انتم شفت في الصورة ميشيل ينكم طبعا وعودته سريعا للفري الاول واحد كمان من المدربين الكبار على حراسة المرمى بيعود تاني للجهاز الفني صورة اكتر من رائعة كابتن سامي قمصان موجود كمدرب عام موجود مع كولر كل الناس سعيدة وكل الناس مبسوطة وكل الناس متفاعلة اشتركوا في القناة